صبر تاني طبعا مرض التوحد من الأمراض اللي بتهاجم أطفال كتير وبنلاقيه دلوقتي بشكل لحد ما يعني هو الحمد لله في مجتمعاتنا مش كتير قوي يعني نعتبر النسبة بتاعتنا زينا زي أي نسبة عالمية ولكن هو موجود فجت كده فترة من الفترات قالوا أن الستات كانت مرعوبة جدا من فكرة أن طلع حد قال أن البرد بيسبب البرد للست الحامل بيسبب أن الطفل اللي حيتولد عنده توحد أو يكون أكتر عرضة للتوحد طبعا ده كلام مش مزبوط تماما هم جابوا برضو ده بحث منشور في مجلة جاما جاما في البيدياتريك اللي هي الجزء بتاع الأطفال مهمة جدا ونشرت جابوا 200 ألف طفل 200 ألف طفل أو اتولد من 2000 ل2010 200 ألف ده يعني أنت معنا كده أن ده رقم كبير جدا لانك تعملي بحث علمي عليه شوفي خدت بالك من قد إيه الناس مهتمية بكل حتى صغيرة بيعملوها وبيتابعوها الناس دي عندهم كل حاجة صح من ده أنا حكلمك بعد كده إيه علاج الجلطات وبيخططوا لإيه يعني كمان فال200 ألف واحد دول شافوهم وجابوا عمل وبحث وشافوا إيه ممكن تكون الأمة تعرضت لي أثناء الحامل فيش أي علاقة نهائيا ما بين أن الأم الحامل يجي لها برد ويجي تواحد فيما تقلوش يعني ما فيش بقى لا علاقة ما بين البرد أو أن يجي أي مشكلة صحية ويجي معاها بعد كده أولادة ويكون الطفل سليم وفيش أي مشكلة طيب هنكمل كلامنا إن شاء الله بعد كده ترجمة نانسي قنقر